قاعدة التحالف الدولي البارزة والمطلة على العاصمة بغداد باتت اليوم قاعدة عسكرية للقوات العراقية وذلك في تنقلات عسكرية تأتي كجزء من شراكة مستمرة بين القوات العراقية والتحالف الدولي لقاعدة بسمايا باع طويل في تقديم الدعم اللوجستي والمعنوي للقوات العراقية وكذلك شهدت أبنيتها تقديم دورات عسكرية مهمة ومتطورة للقوات العراقية من قبل التحالف التي نستعرض أهم محطتها شهدت قاعدة بسمايا أنشطة للقوات الإسبانية حيث دربت ما يقرب من خمسين ألف جندي عراقي في موقع بناء قدرات الشركاء بالاشتراك مع شركائها البرتغاليين الوحدة الإسبانية قدمت فصولا دراسية وثكنات ونطاقات أسلحة ومواقع تدريب على القتال إلى الحكومة العراقية بقيمة أربعة ملايين دولار من عام 2014 إلى عام 2020 القوات الأمريكية ساهمت في توليد الطاقة وتقديم مواد ومعدات حماية القوة الأساسية للحكومة العراقية يقول التحالف الدولي إن مقدار ما قدمته من دورات والدعم للقوات العراقية في قاعدة بسمايا كان بمثابة نجاح كبير في بناء مستقبل مستدام لبرامج التدريب التي يقودها العراقيون وجميع تلك الجهود تصب في دعم العراق لمحاربة الإرهاب والحفاظ على سيادته